مصر كلها أكيد حضراتكم عارفين بتتكلم عن خفها من ارتفاع الأسعار بشكل عام ارتفاع الأسعار بكل المجالات وفي نفس الوقت بشكل خاص في ألقها القلقين على المنتجات الغذائية والمنتجات التموين البلد بتحاول قد ما بتقدر إن هي تعمل شوية إجراءات وتقف جنب محدودي الدخل وبتزود زي الإجراءات اللي حصلت من قريب يعني لها زيادة مثلا الحد الخاص بالتموين إن هو ينطلع من 21 جنيه ل50 جنيه أو زيادة معاشات أو كثير من الإجراءات بتحاول تقف كم محدودي الدخل بجانب اللي بتعمله البلد أو الحكومة أو المسؤولين في مبادرات كثيرة من الشباب المصري محاولة منهم إن هم يقفوا بجوار أهليهم في جميع المحافظات مصر من ضمن المبادرات دي مبادرة البركة في الشباب معايا يا ضيفي الأستاذ أحمد بدير منصق عام مبادرة البركة في الشباب الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد بدير منصق عام مبادرة البركة في الشباب صباح الخير صباح الفل زكا يا حبيب. اهنا بيك. والسلامة طيب. وانت بالصحف السلامة. طيب. حضرك اه اللي كانت بالصحفي يعني حضرك صحفي. تمام? اه قول لي بقى. ايه اللي جاب الصحافة? لانك انت تعمل مبادرة اسمها مبادرة اه البركة في الشباب. هقول له حضرتك. اه. احنا كصحفيين او شباب صحفيين موجودين في الشارع بنتعامل مع الناس الطبقات المتوسطة والفقيرة والكلام ده. تمام. ففي ظل ازمة السلعة الاساسية كالسكر من تمن شهور احنا كمجموعة شباب صحفيين واعلاميين اه قررنا ان احنا ننزل الشارع ونساعد الناس دي. ففكرنا في اسم مبادرة سميناها البركة في الشباب وتم تدشينها من تمن شهور تقريبا. يعني مبادرة البركة في الشباب هي هدفها الوقوف بجوار اهلينة للمنتجات الازائية. وليها هدف يعني محاربة جشعة تجار محتكر السلعة الاساسية للمواطنين. حلو قوي. تمام. وليكن تجربة الخاصة بيه في فترة ناقص السكر. السكر اهو متواجدين في الشارع لغاية اه وقتنا هزا يعني لغاية ما احنا موجودين. تم تدشين المبادرة من تمن شهور. اه. اه كمجموعة شباب بعد كده بدأنا اللي احنا اه نقابل اه محافظ الجيزة. اه. اللي هو كمال الدالي ومحافظ القاهرة. اه. وعرضنا عليهم فكرة المبادرة وكان اه لقط اه كبول كبير من الطرفين. طيب. معلش اتخدني واحدة واحدة. معلش بدون قطع كلامك. واحدة واحدة كده. المبادرة دي وكانوا واحد. مسلا عشر شباب. اه جمعنا مبالغ مالية من بعض. تمام. اه بدأنا اللي احنا خدنا الموافقات الاول من المحافظة. اه بتخصيص منافذ سابتة لينا. اه باسم المبادرة. اه بعد كده بدأنا اللي احنا. والمنافذ دي كانت فين? في مراكز الشباب. اه. التبعة للقاهرة وللجيزة. وكان فيه قوافل بنصير قوافل في الاحياء والميادين. اه فيها المنتجات اللي احنا تعاقدنا عليها مع الشركات بعد كده بعد الموافقة المحافظة. اه كنا بنجيبها باقل سعر عشان خطر توصل للمستهلك باقل سعر برضو. مين اللي دالك على الاماكن اللي ممكن تجيب منها السكر? اه والله احنا عادنا ندور لغاية ما وصلنا لبعض الشركات اللي موجودة. اه موجودة عنديها سكر. وعرضنا عليها الفكرة فهم حبوا اللي هم يساعدونا كمجموعة من الشباب. وبدأوا اللي هم يوردونا باستمرار اللي احنا بندفع فلوس ال الكمية اللي احنا عايزينها من السكر او الروز او الكلام ده. اه وبدأوا اللي هم يوردونا باستمرار. مين اللي كان بينقل بقى السكر من. احنا اللي كنا بنجيب العربيات وبندفع فلوس عشان خاطر تنقل لنا المنتجات دي للمنافذ. تمام? كنا بنلاقي صعوبة. اه لان تكلفة النقل عالية جدا علينا كمان. اه المبادرة خصصنا همش ربح بسيط عشان يصرف على النقل. وكمان كان فيه بعض الشباب اللي احنا شغلناهم معانا براتب. فبنحل مشكلة البطالة كمان. اه اللي كان فيه مجموعة شباب موجودين في المنافذ وبيأخذوا مرتبات. فكان همش الربح اللي بيطلع من 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 البيع بيتوزع على بالتساوي على الناس اللي شغالة. والنقل والمؤسسين المبادرة كانوا بيأخذوا بجوز. كنت اتأخذوا السكر بكام من من المصدر يعني وبتبيعوا للمواطنيين. المواطنيين بكام. اه في ازمة السكر كان السكر وصل لسبع جنيه احنا كنا اه مسلا بنجيبه من الشركة بسة جنيه وتمانين ارش. ستة جنيه خمسة وinte ارش. بنبيعه بسبعة للمواطنين وكان فيه اوقات بنجيبه بسبعة وبينبيعه بسبعة كمان للمواطنين في عز الازمة. بل احنا ما كناش لقيهم نجيب بالسعر الاقل يعني. اه بس. طب الملافذ دي كان كام كام كام? كان فيه متخصص لنا في الجيزة 15 منفذ في مراكز الشباب كان فيه مركز شباب الدقي وبين السرايات وأولاد علام مركز شباب أولاد علام وكننا بننزل في مراكز شباب كتير كان فيه مراكز سابتة وكان فيه مخصصين أيام في الأسبوع بنبقى موجودين في بعض مراكز الشباب وكننا بنصير زي ما قلت لحضرتك قوافل بنقف في الميادين والأماكن العامة الشعبية عشان خطر برضو بالمنتجات بتاعتنا اللي احنا بنجيبها من الشركات عشان خطر اللي احنا ايه بنسهل على المواطنين اللي هما يلاقوا احتياجاتهم بسرعة أحمد اللي انت بتقولولي ده حلو جميل أنا يعني يعني ياريت كل الشباب يعمل زيك بس أنا اللي انت بتحكوهولي ده معناها أنه يعني أنه السكر كان موجود يعني يعني كان موجود ولكن ما كانش توزيع كفاية عشان المواطن يشوف السكر هو كان فيه احتقار من بعض الناس للسكر زي ما احنا كنا شايفين بس احنا الشركات اللي احنا كنا بنجيب منها كان فيه عندها مخزون المخزون ده اللي احنا بنقدر اللي احنا نجيب منه عشان خطر نوفره للمواطنين كان بيبقى فيه اقبال كبير قوي من المواطنين عشان انتعارف حضرتك كان فيه في ظل الازمة ما كانش فيه حد عارف يوصل لكيلو السكر نعم فاحنا كان موجود عندنا بس احنا كنا محددين للفرد مثلا كيلو او اتنين اه كنا بنلاقي برضو مشاكل كتير من المواطنين اللي هم بيتحايلوا بيتحايلوا ويقف في الطابور تاني وكان ده بس كنا بنقدر نحجمها يعني بس فأما السكر كان فيه موجود سكر في مصري كان فيه موجود كان فيه كان فيه بس مش بكميات ما كانش فيه ضخ بالكميات اللي كانت موجودة انت عايز تقول لي برضو ان كان برضو المواطن كان من الاول بحسب ما فيش سكر هاجيب بقى اربع خمس تلاف كيلو سكر هتخزنه عندي ده سبب من اسباب الازمة احنا كمواطنين هنا في مصر لما بيحس ان فيه ازمة هتحصل في منتج معين بينزل ياخد احتياجاته واحتياجاته لمدة كم شهره ده ده دعي فينا وللأجيال الجاية اه 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 ولو بياخد احتياجاته بس هنلاقي فيه مخزون موجود وهنلاقي متواجد في السوق وبعد الازمة انتهيت موجود السكر طيب احمد المبادرة بتاعمي دي حالية المبادرة احنا اخر حالية دي حالية كده موضوع السكر حلناه ان شاء الله والحمد لله الدولة برضو حلته وكل تمام اه بدأنا اللي احنا نشارك اه في محافظة الجيزة ومحافظة الكاهرة بيعملوا معارض سلع مخفضة باستمرار كل كم شهر كده احنا بنشارك فيه في المعارض دي اه معارض السلع المخفضة اه اخر معارض كنا مشاركين فيه معارض اهلا الرمضان في الجيزة اه كنا مشاركين في 3 معارض من السباح تاشر اللي كانوا طبع محافظة الجيزة اه ادرنا برضو اللي احنا نجيب منتجات كتير بأسعار مخفضة اه اه وكل المواطنين اللي كانوا بييجوا واشتروا مننا ويعرفوا اللي احنا شباب صحفيين مش هدفنا التجارة اوي او الجاشع اوي زي معظم التجار فكانوا بيشجعونا اللي احنا نستمر وكانوا بيبقوا مبسوطين اللي احنا مجموعة شباب واحنا اللي بنبيع على فكرة بنفسنا اه في المعارض او الكلام ده فلما بيلاقي صحفي او بيلاقي اعلامي او معد برامج هو اللي بيبع له فبيبقى مبسوط جدا اللي فيه شباب اه زينا موجودين وبنحاول اللي احنا نحل ازمة من الازمات اللي موجودة يعني حاجة مشرفة يا أحمد حاجة مشرفة دي انتوا كم واحد بقى دلوقتي؟ اه دلوقتي احنا اسمنا بعض مجموعات فيه مجموعة مسكة القاهرة وفيه مجموعة مسكة الجيزة وبنحول اللي احنا في الفترة الجاية والله انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في الاعلام برضو اللي احنا عايزين نعمم المبادرة على مستوى المحافظات انسو ليكم صفحة على الفيسبوك اسمها البركة في الشباب موجودة على الفيسبوك لو حد من شباب سهل احمد اينفع ان احنا نحط الاسم بتاع الفيسبوك بتاع المجموعة البركة في الشباب بحيث ان احنا نخلي نشجع ممكن شباب تانية في محافظات تانيين يتواصلوا معاكم بحيث ان هو يبقى فيه انا انا بتمنى فعلا يعني انا انا مسلا من كفر الشيخ نفسي للمبادرة انا بدأت اللي انا تواصل اهلا مني اهلا بدأت اللي انا تواصل مع شباب هناك عشان خطر لنا ننفذ المبادرة هدف كمان في الفترة الجاية اللي احنا نحول المبادرة من انها مبادرة موسمية مثلا انها نحولها كجمعية او مؤسسة تنموية وخيرية تخدم المواطنين ونوصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية في مجالات مختلفة مش سلع غزائية بس في كل حاجة في صحة وفي تعليم في اي حاجة نفسنا اللي احنا نوصل بالمبادرة بتاعتنا ان هي تبقى مؤسسة كبيرة وبتمنى الدعم دعم نفسي اللي دعم انت نفسك تبقى مؤسسة ما يبقاش مجرد مش مبادرة ده اللي انا فكرت فيه مؤخرا طب وسألت ازاي الموضوع ده يتحول من مبادرة ليه مؤسسة تبقى شركة او محتاج يكون في عدد كبير اه طبعا محتاج مثلا تمويل من رجال اعمال يكونوا حابين الفكرة برضو مش يكون هدفهم اي حاجة كتجارة او اي حاجة هدفهم هو خدمة الناس نفس اللي احنا نعمل المبادرة اللي نحولها لمؤسسة تخدم مصر بجد وتخدم محافظات الجمهورية وتخدم الناس المؤتنين فوق قراءة احمد احنا في اجازة بعد سنوية عامة ولسه في ناس يعني خلصوا انتحانات في الجامعة والكلام ده في اكيد ممكن يكون فيه شباب بيتفرج علينا في جميع محافظات نصر لمشاهد نهرك سعيدة معلش اه اللي قاعد على الكنبة دلوقتي بيتفرج علينا ويقول لك يا عم احنا عندنا وقت اساسا مع ان هو ما عندوش حاجة اه يعني هو مروش حاجة اساسا طول اليوم الكفاءات بسم الله ما شاء الله بس يقول لك يا عم طب انت كان عندك الوقت ازاي انك انت صحفي وبتشتغل وده باب رزقك وفي نفس الوقت ازاي بتقدر تعمل المجهود اللي انت بتعمله ده والله احنا كمجموعة شباب كنا موجودين في جورنال واحد او في موقع واحد كنا بننزل الصبح المبادرة نقف في المنافذ ونخدم الناس وبعد ما بنخلص الساعة خمسة كنا بنبقى موجودين من الساعة عشرة صبح في المنافذ لغاية الساعة خمسة بعد الساعة خمسة كنت بقعد وانا تعبان بعد اعمل شغلي للموقع وخلاص بمارس حياتي طبيعية اللي انا صحفي ومواطن بغدم مواطنين مثلي يعني في البلد فما كنتش بلاي صعوبة قوي وكان بيبقى فيه اجهاد بس الحمد لله كنت بدبرها يعني بحاول لانا يعني اساير اموري بين المبادرة وبين شغلي في الجورنال او شغلي الخاصي اي شاب في بداية حياته بيمر بتجارب استفدت ايه من التجربة دي استفدت اللي انا يعني بعمل حاجة احساسك لما تكون انت بتخدم حد مواطن او زيك بتخدمه او بتخليه بس بترسل البسمة على وشه اللي انت بتحاول انت تخفف اعباء المعيشة عليه دي حاجة عندي بالدنيا كلها اللي انا اشوف حد بيبتسم او حد بقدر لانا وصله حاجة هو ممكن يكون كان تعبان فيها عشان خاطر يوصلها فدي هدف من زمان وانا اصلا الحمد لله يعني على مدارة السنين اللي فاتت كنت بشارك في العمال الخيرية كتير فكنت بنزل الصعيد والاماكن النائية دي فكنت بتعمل مع الناس الفقر قوي فكنت بحس بيهم قوي واحنا برضو يعني الطبقة المتوسطة يعني بنحس بالناس احنا كلنا زي بعض يعني فكنت بتعمل مع ناس فقيرة كتير فكنت بحس بالمعاناة بتاعتهم جدا فتمنيت اللي انا اكون جزء في حل ازمات كتير بيعيشوا فيها طيب تعالوا نسأل اه واحد من شباب مصر في الاجراءات اللي بتعملها الدولة للوقوف ليه مع محدود الداخل ايه رأيك كشاب حضرتك بتحاول انك انت تساعد بشكل عام رأيك ايه في اللي بيحصل في الدولة انك انت بيزودوا بطاقة التموين مثلا من عشرين جنيه لخمسين جنيه بيزودوا المعاشات للناس عشان تقدر تتعايش وتقدر تشتري الحاجات ده غير الخلاف بخلاف كمان المجهودات التانية رأيك ايه كشاب كده انت بتحاول تساعد مصر رأيه برضو عشان الموجود في الشارع الزيادة اللي بتبقى زيادة المعاشات او زيادة التموين البطاقة التموينية من واحد وعشرين جنيه زي ما حضرتك كلمة الخمسين جنيه بيقابلها زيادة في الاسعار مهول يعني مية في المية او يعني بيبقى زيادة كبيرة طيب انا بس يعني انا مش هقاطعك تاني بس انا هزود معلومة صغيرة عشان انا شفت ده في تقرير اه في بعض وسائل الاعلام ومش واحد بس كذا واحد انه مثلا في حاجات التموين مثلا هي مزادش غير مش فاكر السكر او السكر والزيت تقريبا غير اتنين جنيه في حاجات التموين او انا بس في حاجة بالنسبة للتموين انا بتكلم من الزيادة اللي حصلت دي للفرد فيه اسر مثلا متوسط الاسر في مصر من اربع لخمس افراد تمام اه الاربع افراد هياخدهم متين جنيه والخمس افراد هياخدهم متين وخمسين جنيه فانا في حاجة الوقتي لما كاتب الصرف التموين او البقالين اللي بصرف التموين اه لما المواطن بروح يجيب السلع التموينية ما بتبقاش المقررات كلها موجودة او السلع الاسياء بيبقى موجود الرز الزيت السكر اه فالمفروض اللي هو مثلا هياخد الحاجات الاسياء بتاحته دي المقررة ليه بمئة جنيه فيتفضل مثلا مئة جنيه او مئة وخمسين جنيه التاجر بيجبره بيجبره اللي هو ياخد منتجات حرة من عنده هو ما بيكونش يعني محتاجها في غنى عنها تمام فانا انا بناشد ان مثلا يتم موبة البوتجاز وصلت لتلاتين جنيه فليل الاسر اللي هي خمس افراد او اربع افراد يخضبون من التموين مخصوم من الفلوس المكررة ليهم يصرفوا بيها الانبوبة بدلا ما المواطن دا يدفع تلاتين او خمسة و تلاتين جنيه عشان يحصل على الانبوبة دلوقتي فانا باقترح ان السلعة اللي موجودة في التموين دي تكون موجودة بعدد كافي منتجات كافية يعني عشان خاطر التاجر ينساوزوا الكمية اه عشان التاجر كمان في احتقار ما يستغلش اه بيستغل بيجبرهم بمنتجات خارج المكررات التموينية تمام وهو المواطن مش محتاجها او يتم مسلا بعد ايذن حضاك يعني طبعا انا افتقل خلص بعد ايذن بصرح ارغوك او مسلا بقيت الفلوس دي لو ينفع للمواطن تبقى تتجمع ليه كنقاط اي ياخدها في اخر سنة او في اوقات تانية الكاتب الصحفي بستاذ احمد بدير منصق عام مبادرة البرك رفيق الشباب شكرا جزينا لك ونورتنا حبيتون وبالتوفيق رب بالمبادرة بتاعتك كل شاء الله تبقى مؤسس ربنا عزك ربه كل سنة وانتو بطيبين وصباح الخير على كل المشاهدين شكرا فاصل سريع ورجعين حالا